بتقولي أكيد لي فضل أنت تشهرتي كان فيه لعيب بيقول لك يا ماما بحكي لنا الموضوع بتاعي اللعين والك يا ماما يعني حكي لنا كيف تتعاملي مع لعيبة ازاي وهم بيتعاملوا ازاي معك في المنى هو ده الاختلاف حتى لو أخدت بالك في السور أنت هتلاقيني في كل السور أنا قاعدة في الأرض أنا مش اعتيادية أنا عشان عدد بمراحل كتير في حياتي تعب ومرض بتاعي فالشخصية اختلفت يعني أنا ما اتكلمش جد لما أكون زعلانة غير كده أنا على طول مبتسمة وأغدت كل أمور بهزار وضحك فإحنا كان عندنا ماتش مع المقاولين العرب وفي جيم واقف بيتكلمني يا ماما أنا عايز فلوس فدقنا عند حتة الفلوس يا الله يا بابا اسرح كمان شوية من خلص هو أفريقي وبس فهمني أنا بقول إيه فطول جيم مش كل شوية هتقولي هاتي فلوس فاجي وراي قال لي في معانا حارس اسمه مصطفى مجدي فمصطفى ماسك الموبايل وبيصورنا عادي خالص فروحت أنا جاريا قلت له ميش همك يا ماما ميش همك وبعدين نزلته لقيت أربعة مليون بعدها بكم يوم إيه جماعة ده وبعدين بدأت بقى برا مصر وتعامل فيلم عن القصة دي تشتغل مع أفارقة وبيتكتب دلوقتي أو هو قريدي خالص الكتابة بتاعته فيلم أمريكي اسمه أنا عن قصة حياتي أم الخمس أولاد ويمكن هقولك هقولك قصة لأول مرة حد يعرف أنا مؤهلة إيه هقولك النهاردة أرجوك لا أحكي لنا قصة الفيلم دي أنا عايدة هقولك من ست بيت لخمس أولاد وهكلمك والكاميرا قدامي ويمكن تكون ده لأول مرة حد يعرف أنا مؤهلة دبلوم تجارة دبلوم تجارة وتحديد اللي قال لي أن أنا مهندسة وأقوله تمام اللي قال لي أن أنا دكتوراء وأقوله تمام تعلمت إنجليزي كويس جدا 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 عشان أتعامل مع العيبة كنت بذاكر يعني أنا بقوم أذاكر أنا عايزة أعمل إيه عشان أتعلم لغة عشان أقعد مع الأفارقة عشان النهاردة يجيلي تشاما ودييجو من أمريكا واستقبلهم ونزل الشغل بتاعهم اتنين من أمريكا أصل أسباني وعايزين يحترفوا في مصر ودوروا على مين في مصر إنهم ما يجوا لسامحها فدي قصة يعني سامح أنت متأثرة قوي وخلتيني هنا كمان متأثرة والعيوطة اللي جنب دي ممكن طاعت عادي جدا أنا بيمسيكنا دي الحقيقة الواحد أنا من أحلامي كنت أجي هنا فالنهاردة حلمي من أحلام والدي الله يرحمه أن أنا أجي أنا عطول بكلم عن أمي وفي كل صفقة بعملها بكتب أمي أنا على العهد يعني عهدت أمي أن أنا أرفع رأسها إنما والدي يا الله يرحمه كان أهلاوي صميم جدا 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 لأقصى حاجة في الدنيا فالنهاردة عهدت أن أنا هكون قاعدة هقول كل حاجة بصراحة أنا سامح حمزة دبلوم تجارة صاحب الشركة الوكيل التسوير الرياضي النهاردة وقدر أتكلم ما أقول كده أم الخمس أولاد عانيت من سوطان السادي والحنجرة فترة طويلة جدا وشلت جزء من الأمعاء من بطني فعدت بحاجات كتير جدا 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 عشان النهاردة أكون حريفة من ضمن الحريفة حبيبتي أنا والله بحييك أنا مش عارفة أقولك يعني مش عارفة أقوم أسقفلك ولا أقوم أبوزك ولا حضونك وأنا نفسيا نفسي كده فخورة أن أنا قادة معاك يعني مش عارفة تكلم يعني بجد يعني لا أنت بطلة والله العظيم واللي أنت بتعمليه على فكرة هو أنت شكلك وأنت دخلة كده يعني ست بمئة ست يعني والله بجد يعني منورة جدا ومبسوطة اللي أنت جاي تتكلمي الكلام ده في الحريفة هو إحنا مش عايزين غير أمثالك معنا فأنت عملتي كل ده وحققتي اللي أنت عايزة تحققي وأكيد أمك الله يرحمها حسب كل النجاحات اللي أنت بتعمليها واللي متابعينك يعني أنت محققة حاجة خطيرة يعني أنا مبهورة بصراحة من اللي أنا بسمعه هقولك من أسبوع زي النهاردة بالضبط كانت يميتينج مع سيادة الوزير وكنت أنا مسكة الجزء بتاع تسويق حاجة تبع الوزارة ستارو في إيجيبت وده مش أي حد بيعرف يدخل فأنا دخلها هعود ميتينج خاص مع الوزير وأنا ست مدير تعاقدات فأنا قاعدة قبل أول ما دخلت فحط إيدي كده حقيقي وعدت أقول يا سبحان الله عمري ما تخيلت في يوم أن أنا هيا بالوزير وهعود معاه عمري ما تخيلت أن أنا هكون في مكانا أن حد يسعى ويجيلي هو الإنسان بيجتهد وبيعمل عليه وبيخلص في شغله فربنا بيديله أكتر ما بيتوقع وأكتر ما بيتخيل كل ست بقول لها أمني بنفسك خليكي مأمنا أن أنت يجواكي حاجة حلوة طول عمري أشعر أن أنا عندي شيء لكن لا أعرف أن أضع إيدي عليها هي إيه أنا لا أعرف لكن أنا جوايا عندي يقين أن ربنا شايل لي الجهة يحله فكل مرة أقول لي يا رب أنا عارفة أن أنت هتديني أنا عياتك حرام عليك فكل مرة أقول لي يا رب أنت هتديني حياة كويسة أنا عارفة أن أنت هتكون جملي أخذ الخبطة وأقع وأقف أخذ الخبطة وأكتهد وأقول يا رب أقعد أتكلم ربنا كتير جدا لحد ما جيهم ولقيت سفير جاي بيتغدى في بيتي سفير غينية جاي يتغدى في بيتي يا جماعة أنا أقل من ده اللاعب موري بنجورة اللاعب توفى